احنا شباب اول ما بدأنا نخلص في السي كلمنا عن حيات البروغرام بتاع السي كلمنا عن حاجة اسمها التولي الشين ودي بتحكي يا شباب عن ايه هو اللايف بتاع البروغرام اللي هو الدوت سي لغاية ما يوصل لي يا شباب لأيكسكيوتابل بلوغرام صحك يا شباب طيب فقلنا ان اول حاجة يا شباب بيكون عندي فايل دوت سي بعد كده بيكون عندي فايل اتنين دوت سي مسلا فايل واحد دوت سي وبيكون عندي مسلا فايل دوت اتش وعندي شوية كده يا شباب صح كده قلنا كل دول بيخش يا شباب على حاجة اسمها البروغرام اللي انت شايفها دوت سي هيتحول لدوت اي والدوت اتش هيحصل لتكستربلسمنت جوة دوت سي يا شباب فمن الاخر انا بعد البروغرام اللي شباب دي مرحلة بتتنفذ قبل الكمبيلر وبتشد لي كل الهاشد فايل وكل الحاجات اللي لها علاقة بالليبراريز وهكذا وتخليلي فايل وان دوت اي وكمان فايل تو دوت اي بعد كده قلنا بنعد على الكمبيلر الشباب قلنا ان الكمبيلر ده هيمسة فايل فايل من الاتنين هيطلع فايل وان دوت اوبجيكت او دوت او يعني ساعت بيبقى دوت اوبجيكت ساعت بيبقى دوت او او فايل اتنين دوت اوبجيكت بعد كده قلنا يا شباب انه بعض الكمبيلر بيجي منه الرجل المحترم اما كاللينكر اما كاللينكر ده بيعمل اي شباب هيمسك الفايل دوت اوبجيكت من هنا والفايل دوت اوبجيكت من هنا وهيمسك شوية اللي برر يلي هما دوت اوبجيكت الموجودين جهزين ويعمل لهم كلهم بيرج فان بروغرام فايت الله علي اي شباب وان اكسيكيوتابل بروغرام حلو كده رجلتنا. فالpreprocessor يا شباب. الpreprocessor. هي كورد بتستارت بإيه يا شباب. بالهاش. راح نقولنا زي إيه مثلا زي الهاش include يا شباب. لو تفتكروا كان الهاش define. صح كده يا شباب. وكان هاش. اف ديب مثلا. وهكذا. وقلنا يا شباب. انه لو الهاش define دي. وزفتها. ان احنا نعرف variable زي ماكس كده مثلا. ونقول خمسين. فلما نيجي البرجرم بتاعنا. لو الفونكشن عندي جوه. لو عندي حاجة جوه مين كده. فانا ينفع اقول. لو عندي array كده. ينفع هنا اعرف هنا ايه. المكس. صح كده يا شباب. وهنا عايزين نقول ملاحظة. ان احنا ممكن نستخدم. الفونكشن الهاش define دي. كاس فونكشن. يعني ايه. يعني ممكن نعمل بها كده مثلا. وهنا مثلا ممكن نعمل. اه. منها مثلا. وانا يقول مثلا. مثلا. مثلا بي. ونقول انه انه ده هيكون مثلا. ايه مثلا شباب. اه. مثلا. نقول انه. البي. ايه. ايه. بي مسلا. وتسأل. ايه. اكبر من البي. اعمل. ريترن لل اي. لو لا. اعمل ريترن للبي. وقلنا ان احنا كده بنستخدم حاجة نسميها. مكروز. حالوك يا شباب فأنا ممكن من خلال هاش دفاين ده شباب أعمل فونكشن الفونكشن دي مثلا تاخد رقمين فالفونكشن دي لما تاخد رقمين هتشك لو الاي أكبر من البي هتريتورن اي لو البي هاقل من الاي هتريتورن بي انتوا طبعا يا شباب بتقبلوا اللي بي صح عشان مش هتركز مع الناس عشان مش شك طيب سب كده كويس والدني تمام ولا الدني متقطع لا تمام كل شغل تمام ده لا لا ما فيش دلي زي الفل طيب اهم ما يميز الماكروز دي يا شباب طبعا تجي تقولي الفر بين الماكروز والفونكشن هقولك ان الماكروز دي يا شباب بتاخد هنا لاحظت هنا يا شباب محددناش ما قلناش داتا طيب صح ولا لا ما قلناش انت او فلوت او صح كي ولا لا فالماكروز ما فيهاش اتشيك داتا طيبس صح ولا لا طيب طبعا فيه فروق تانية بين الماكروز والفونكشن بس ايه دولا يخص اكتر بتاع الامبيدد ما يخصوش بتاع ايه الديفولوبمنت فبطاع الامبيدد يبقى ايه نتكلم معاهم بعدين في الموضوع داخل بس الناس بتوع الايو تي يكتبوا عندهم ان رايز بنبقى عارفين مقارنة ما بين الماكروز والفونكشن ونبقى فاهمين ايه الفرق بين الماكروز و ايه الفرق بين الفونكشن و امتى نستخدم الفونكشن و امتى نستخدم الماكروز ويبقى كده يا شباب خلصنا حاجات الهاش ديفاين بس طبعا مع علمي بقى ان انت تبع عارف الهاش اف ديفاين ايه بتعمل ايه الهاش اف نوت ديفاين بتعمل ايه و ازاي تعرف هيدر لفايلز و هكذا بعد كده يا شباب اتكلمنا عن الداتا تايبس اللي موجودة جوه السي و انا هنسيه ستاتيك لانجوز يعني ستاتيك لانجوز يا شباب يعني لازم نحتاج محتاجين نعرف الداتا تايب قبل ما ندكلير ايه بفور دكلير ايه يا شباب البرق و كانت اتشينج طيب الفايربل يا شباب رن تايب صلح كذا يا شباب ما ينفعش اغير طيب الفايربل 훈련 tells كده جميل يا شباب قلق على واحدة زي البي، مسلا هي deinenmic language يا شباب فما اعرفش داتا تايب اصلا كناrun في الفايربل وينفع اغير الداتاتا تايب بتاعت الفايربل في الرن تم انها مسيمش كده يا شباب حلو كده? طيب قلنا عندنا ثلاث انواع من ال data types احنا ببص بقى من المنظور اكبر بقى يا شباب ها انا كده معي ناس عارفة سيه اصلا مش لسه في اول محاضرة بنعرف الانتجر والكلام ده فاحنا دلوقتي بنبص على كل منظور من فوق قوي طيب فعندنا في ال data types يا شباب تلت حاجات مختلفة حاجات سماها ال primitive او primary data types ودي بيكون فيها ال integer ال float ال double وطبعا ايه? الفويد زي ما قلنا مسلا الفويد فونكشن او الفويد بوينتر بيبقى عندي حاجة اسمها ال driven دي اللي هي زي ال array والبوينتر والفونكشن وعندي حاجة اسمها ال user defined زي ال num وال structure و ال union يبقى ال structure يا شباب هو user defined او اللي لأ ايو user defined يعني user defined يعني احنا بين create your own that type فلو احنا قلنا هي ال array هي عبارة عن اين? فنقول ان ال array مجموعة من العناصر متشابهة في ال data type same data type انما ال structure و ال union هم مجموعة من العناصر مختلفين من data type و هما ال اتنين يعتبروا user a user defined بعد كده اخدنا حاجة اسمها size modifier بعد كده اخدنا حاجة اسمها sign modifier size modifier احنا قلنا ملاحظة مهمة جدا شباب انه كل data type دي بتحدد ثلاث حاجات لما انا بقول data type يا شباب بتاعت ال verbals فكده بتحدد لي size بتاع ال verbals في الممري صحك يا ولا لا رينج الارقام يا شباب اللي ينفع خزينها في ال variable ده صحك يا يا شباب وكمان ال operation اللي عملها على ال variable ده صحك يا يا شباب طيب احنا قلنا يا شباب ال integer variable هل size بتاعه ثابت من machine ل machine؟ من غيرها حساس system architecture بتاع الم machine نفسها اتفاقنا ان احنا قلنا different size in different machine لسبب ايه شباب لو اختلفت معايا ال data bus او اختلف معايا ال compiler ممكن size بتاع ال integer ده يختلف فبالتالي قلنا انه size ال integer هو مثابت لكل الم machine هو ممكن ان يختلف من machine لم machine فبالتالي بقينا عايزين نستخدم حاجة اسمها size modifier علشان نحاول ن optimize ال integer ده فقلنا ان احنا لو عملنا كده short int فغالبا انه ده هيكون اتنين بايت ولو عملنا long int هيبقى ده اربعة بايت خلو كده رجالتنا وبعد شوية قلنا عشان نخلي الموضوع more generic استخدمنا حاجة اسمها type def علشان احنا نبتدي نخلي ال data type دي حاجة اسمها بروتابل كود يعني ينفع اغير الكود كله من عن طريق سطر فوق يسمع في كل ال data types المختلفة يعني لو انا جيت دلوقتي يا شباب عملت هنا int x بت equal zero int y بت equal 5 مثلا int مثلا v بت equal 6 مثلا لو انا رحت يا شباب رنيت الكود ده على الكمبيلر بتاعي انا والماشين بتاعت انا ممكن يطلع لي هنا الانتجر يا شباب هو عبارة عن ايه اربعة بايت صح ممكن اروح لماشين تانية او كمبيوتر تاني بكمبيلر تاني يطلع لي الانتجر في 2 بايت صح كده ولا لا فبالتالي قلنا ان احنا عايزين نستخدم keyword اسمها type depth وانت بس هممكن تقول هنا انه الانت يو 16 وتقول ان انا عايز اعمل هنا ايه long int وبدل ما تستخدم بقى الانت هنا تستخدم 16 يا شباب فانت لو عزت تتغير في الكود يا شباب هتغير مرة واحدة فوق مش هتغير تغير الميت verbal اللي تعملهم صح كده ولا لا اه مم مم تمام كان عن سؤال بس خاص لم ايجي البوينتر لم ايجي البوينتر لم ايجي البوينتر لم ايجي البوينتر مم ايجي البوينتر لا لسه بسم الله بسم الله تقدمنا فين يا بي sign modifier sign modifier sign modifier يا شباب خلاص كده خلصنا حاجة اسمها size modifier يا شباب size modifier two keywords هما اسمهم short والend تحكير رجالتنا طيب sign modifier هي كلمة signed و unsigned اتفقنا يا شباب انه keyword signed او signed لو انا قلت ان انا عملت ال variable ده signed يبقى يا شباب هيشيل positive و negative صح كده يا شباب ولو عملت unsigned unsigned هيشيل ايه يا شباب positive only صح كده يا شباب طيب طيب عايزين نقول ملاحظة ان احنا قلنا يا شباب انه كلمة signed و unsigned بتشتغل مع integer مع charge مع ما بتشتغلش يا شباب مع float ولا double ولا long double ولا اي حاجة من الحاجات دي فانت لو كتبت حضرتك signed float او unsigned float او signed double او unsigned double او signed long او unsigned double كل ده هيديك ايه compiler error لان sign modifier ما بشتغلش مع floating point كلامنا جميل مم مم اه بس ماندس يعني ايه تشيل نكتف و بصتي في الهوة حركة اصدك العرقاب يعني اللي هتشيلها يعني من 0 إلى 255 يعني او لا ساين دي شباب الان ساين ده هتشيل من 0 إلى 255 ايه هتشيل من سالب مية سبعة و عشرين سوري من سالب مية سبعة و عشرين لغاية مية سمعة و عشرين طب هو اصلا يعني ازني اي who a تطبيق وااا Two احتاج فيها انا استغلبte من signed character sign the character صاين على صاين oor اذا انا اشتغل بالسلب aún طبعا في حاجة كثيرين فتشتغلali بالسالب زي ايه? اي عملية حشابية انت عايز تعملها. وانت مش ممكن تعمل. لو انت بتعمل. لو انت بتعمل جهاز بعمل الكالكوليتور مسلا. على يعني الكالكوليتور دي. مش الكالكوليتور دي فيها بيتبرمك بالسي. ومش ده بيطلع نيجاتي بعادي. تمام. بس المشكلة يعني. ان شاء الله الكاركتر ها بياخد دائما اسكي كود. لا ما احنا اتفقنا. ما دي بقى الغلطة التانية. ده فانا ان الاتشار هو بياخد في الاول في الاخر. بس احنا بقينا بنقول له ان هو تشار. حل? يعني بنقول ان هو ممكن يشيل تشار عن طريق الاسكي. يعني اقول اسكي مثلا خمسة او اسكي زد. بس انا لو عايز يشيل انتجار وحجمه صغير. عشان انا اوفر في الممري. قطر استخدم الاتشار غزبا عني ايه المشكلة. تمام. يعني هو هيفرق بس في حتة الممري اللوكيشن مشاكتر ايه. او او. وعلى فكرة بنستخدمه كتير في الامبيد. ان هو ايشي اللي ينتجر بس. طيب. بعد كده اخذنا حاجة اسمها الكلاسي استورج. حاجة اسمها استاتيك شباب. يمكن دي اتكلمنا عنها في حتة صغيرة. بس عشان للعلمة بالشيء برضا اكتبوا عارفين انه في حاجة اسمها ولاطايل. وفي حاجة اسمها اكسترن. وفي حاجة اسمها الاوتو. يمكن اكسترن دي كنا نتكلم مع الناس بتاع الايوتي في لاب الاتستركشور ان احنا احتاج. ظهر لنا احتياج الاكسترن ده لان ابتدأ عندنا ناس تعمل اكتر من فيل وتعمل زي الاتستركشور. فظهر عندنا احتياج لكلمة اكسترن دي. فممكن نبقى نوض لما نقابل مع بره مع بره مرة مع بعض ممكن نتكلم على الاكسترن دي شوية. علشان يعني لناس لما عملت اكتر من الاتسترن دي تعمل جلوبال فاريب والاستستخدمه في اكتر من فايل. ظهر لنا احتياج ان احنا لازم نبقى عارفين كلمة اكسترن دي بتعمل ايه. انما انت عمرك ما تتعرض لفلاطايل غير الا لما تكون في الامبيدت. وعمرك ما تتعرض لحاجة اسمها رجيستر غير لما تكون ايه في الامبيدت. بس من باب العلم بالشيء تبع عارف ايه الكلام ده. هنتكلم على الاستاتيك لما يجي وقتها يا شباب. خلاص كده يا شباب. لو انت رحست حاجة هتلاقي ان كل الكوردس اللي في السي. كل الكوردس اللي في السي هي عبارة عن لو ليترز. صح كده? كل الكوردس اللي محجوزة يا شباب في السي. كل الكوردس اللي انت بتستخدمها باي دفولت في السي. هي كلها سمو الليتر. مش كده يا شباب? زي الفن. وبعد كده بتدينا نعمل شوية برو جرامز يا شباب. نستخدم فيهم طبعا البرينت. وانا لو عايزين نطبع حاجة فهتبع البرينت اف يا شباب. وانا هنا من اديها بريزنت اش دي لو احنا عايزين يا شباب نطبع ننبرز. صح? بريزنت اش اف لو احنا عايزين نربع فلوتنج ننبر. اف اولنا نحن اديها بريزنت اش الف لأحنا نمرد اتش حور. اولنا نحن نديها بريزنت اش الف لأحنا نمرد اتش فر او اتش. او او اتش. صحك يا شباب طيب بعد كده يا شباب أخدنا أنه احنا قلنا أنه الكود بتاعنا يا شباب كان الكنترول فلو بتاعه هو عبارة عن سيكونس سيكونس فلو يا شباب فأنا عايز أغير السيكونس فلو ده بدلا ما هو بيمشي بالترتيب أبتدي أعمل زي خلو كده يا شباب أفرعه فأنا عندنا نوعين من في الكود عندنا وعندنا معلم الصح كده هيا رجالي طيب أنا معي في الف كونديشن يا شباب الآتي أنت تخلي بالك لو أنت عملت كده يا شباب أنا قلت هل الـ X بتـ equal 5 طيب أنا كده يا شباب الكود الكود بتاع الف ده يا شباب كده إيه اللي هيحسن يا شباب هيتتبع لفولتس ولا ترو فولتس هتتبع هلو هوا في مشكلة أصلا إن إحنا مش بخليين X بتساوي تساوي 5 الله ينهر عليك كده هتتبع تروح على طول صح صح كده هتتبع تروح على طول وإنه نخلي بالنا إن إحنا لازم نحط هنا comparison operator صح comparison operator يعني comparison مش arithmetic operator ولا assignment operator وقلنا لعبوا عايزين نعمل الحركة دي ذكية بقى إنه compiler يضرب error فنعمل كده يا شباب فساعتا لو أنت رانيك كده كده يضرب error هيقولك أنت كده بتحاول تحط الvariable ده في الكيمة رقم 5 ودي ما تنفعش طب لكن عملتها كده تشتغل معك عادي لأن أنت بتقارن كيمة رقم 5 بكيمة الvariable طيب أنا كمان بل أنت مثلا تست صح ولا لا ليه هيدرب compiler error وهيقولك أنا لالس بتاعتي وزود F لأن انت ما ينفعش تحط كود يا شباب ما بين ال F وما بين ال A هيرجلت ما بين ال F وما بين الالس صح ده compiler ايه يا شباب نفس الكلام يا شباب بس مونتس لو خلص equal x هيدرب compiler error طيب احنا قلنا يا شباب ان احنا ينفع نشيل الاقواص لو انا هستخدم يعني سطر واحد من ال F صح كده يا شباب سواء في ال F أو في ال else ينفعش الاقواص وما انا هستخدم سطر واحد فحضرتك كده ساعدتك لو انا عملت كده print F through كتبت كلمة مين فعملت كده فكده ايه يحصل يا شباب كمبيلر error برضو ليه علشان هو هياخد ال F هتاخد print الاولانية وال else هيبقى print ثاني بعد F فال else كده وزود F يس بالضبط كده هيقول لك نفس المشكلة يا شباب ان انت كتبت هنا سطرين من الكود ومدتش هنا ما بينهم فهو هيعتبر ان الاولانية دي تابعة ال F فهيعتبر كده انه فيه كود ما بين ال L وما بين F صح ولا اه فهيدي compiler error ايش ده شمان سواء فيه لاج عندي معرفش هو عند الناس ولا عند الناس يا شباب كله ولا لا هو بيروح وييجي فات مش موجود ماذا ممكن يكون عندك بقى يا شوائد انا عندي نت زائد full عندنا كل ما مش مانس مش مانس ماذا خمسة equal X دي يعني برم فين يا بي خمسة اه يا حبيبي مش احنا قلنا انه X بتاقوال خمسة دي كده هيعمل تروع على طول صح كده هيخليها قصية خمسة تمام اه فكده تروع على طول صح تمام ها طب انا عايز اخليه بقى انه ما يتلغبطش ولو نسي الكلمة equal equal يضرب فبعمل كده وطاق بست مراكس يعني ايه بست مراكس يعني يعني بست مراكس يعني ايه مراكس والله اسمع احط الكابل بتاع الاسع منت عشان ما يبقاش لي كو حي عشان يبقى كده خلص كل وكذا ضبطوا النت بتاعكم عشان قبل ما تيبوا محضر معلش حي طبعا عشان الاسع الاسع الريكور دي نفس يعني الريكور مع الشير ومعتصم يولي يعني عند كل الناس فكرنا قد معتصم سلب خمس لا سالة واحدة دي غلطة لسان دي مينس عشرة طيعني جاي في اليوم اللي غلق ايش طيب طيب يا شباب وسأ اديكم بالرير طيب لو احنا شيرنا دي يا شباب خلو كده بي كده هيتبع ايه معلم كده لقوبة ايه هيتبع هيتبع تروع علي هيتبع ايه اه بس لو عملنا كده معلش لو عملنا كده ماشي لو الاولانية هيتبع تروع علي فعلا لو عملنا هنا كده خمسة هيتبع تروع علي ليه يا شباب لان برضا بالنسبة للالس هي حاجة واحدة بس جواها انما دي هي يعني كود عادي كأنه كده يعني صح اه هيعمل فولس علي سعيت لو انا حطيت هنا كده فولس علي تمام جد حطيتها بترو هيتبع تروع علي لان علي دي ولا هي تابعة الالس ولا هي تابعة الاف ولا تابعة الاف تمام جد ازا كلام جميل كلام جميل ده يعني ده اللي يخصيني شوية في الاف فزي ما بقول لكم كده يا شباب افكار الامتحان يعني حاجات طيب ايه تاني بقى يا شباب في السويتش في الكنترول اللي ايه قال لك السويتش وقلنا شوية ملاحظات كتير 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 في السويتش دي رباشة وركز بقى معي قلنا شباب اول حاجة ان انا عملت هنا انت اكس بتقيد والخمسة وعملت هنا الاكس وديت قولت هنا اكس هنا الخمسة تبرينت ايه اف مثلا بريزينتش دي اكس او اطبع هنا يعمل خمس ملاش ولا بريزينتش ولا نين خلو كده واعمل هنا ايه وحط هنا كيس عام ايه هنا دي كسب واحد وهنا كيس باتنين وكنا هنا الديفولت بريزينتش ايه شباب بريزينتش ومش لازم الديفولت دي يبقى فيها بريزينتش عشان ايه كده اخر ايه اخر حاجة علشان بس يبقى كل الكلام يا شباب جاي في واحد انا ممكن اعمل كده عشان يبقى كل سطر واحد بحيس ان انت تبقى فاهم ايه اللي بيحصل يبقى ايه سطر واحد كده مع بعض عشان تبقى انت شايفني طيب اللي بيحصل هنا يا شباب انه الـ بخمسة فلما اخش للسويتش والسويتش ده هتستعمل السويتش ايه على اكس الـ بكام بخمسة فهتروح على الخمسة وتروح عامل برينت خمسة وتسأل هو انت في بريك او فخلاص هقف لغاية هنا واخرق طيب فأنا طبعة خمسة طبعا حضرتك لو نسيت كده ايه هنا الـ بريك طيب انا كده هطبع ايه شباب هيجع على الكيس بتاعت خمسة واروح طبع خمسة وما لاقيش حاجة توقفني فخش هطبع واحد لقيت الـ بريك خرجتني فاخرق فأنا كده المفروض هطبع خمسة واحد سلام علي ايه شباب مش موسة انا عندي لايك بس هو هو عمل دلوقتي عشان دي مش وراها بريك ولا ايه بالزبط عشان مش مين العمل ده مين عمل فيش أصلك حصل شايف ما فيش عشان عندي كمبيلر ايه طبع ماشي خير يا يا جماعة ده ما حد شايف من غير ولا حدا مش موسة بتكلم على ان قبل بحلوك تكتب الكيس كان فيك كان فيه ايه كان فيه شباب كان فيه كمبيلر اصلا الاسكرين عندي جاي بعافية كان فيه كمبيلر ارور الموجود بتاع الاس الاس من غير الف اللي كان لسا ظهر على الشاشة خلاص دلو ات كده شكرا بس سؤال معلش طيب لو انا عندي معلش ما كنت راجع كود انا مش شايف الكود لو انا عندي الكبير قوي كده لغاية كده يعني كده الليل كبير لان انت مش شايف الكود انا من بدري كود لسا ظهر من ثانيتين بالزبط ممكن ممكن كده لسا ظهر لحلقة عملت كده لسا عمل وعمل تادي طب الدوني سانية كده معلش الدوني سانية ممكن ارى ريكورد طيب الله او حد فينا يريكورد شبابة وانت عندك برضو نفس اللاك ده لا يصد ديني هيا في لزيز يعني نعفيش مشاكل جام لديك مشكلة جام ده لا بس ديني عندي كانت بيث لك برضو تقريبا بنفس اللي كان بيكلم عنه وهو ما بين الاثنين كان دون ديني هوا في الاول كان كويس في الاول المحضر كان كويس هوا عبلي ميام ريكورد عبلي ميام ريكورد كان كويس يا مشكلة في ريكورد مالش هوا ريكورد جيس حابنت بان 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 ريكورد ريكورد هات بكلم النفس بقليس يا عشب دايب بقول لك أنا كده أنا بخير بقول لك أنا كده غيرت شباب تلاتة باتنين مثلا كده هتغير عندك بسرعة اه 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 كده تمام تلاتة باتنين باش خلاص يعني شوان دس معلش قول لوقت بدأ من ببينت F مثلا تمام هقول له X هتساوي مثلا X زائد واحد في الكيس اللي هي بتاعت اول كيس دي تمام وتاني كيس قلت له مثلا X بتساوي X زائد اثنين هنا عزلك يعني اه بصدر الـ X وقتها هنا هتبقى على اول كيس هتبقى على اول كيس هتاني كيس لا على الاثنين هتخش هنا وهتخش هنا يعني على الاثنين اه طالما ما عملتش بريك يعني الكود اللي هنا هيتنفذ والكود اللي هنا هيتنفذ بس الكيس اللي تحت تبقى يعني هتعمل اوها رادع لفوق يعني عشان هي اللي بعديها وانت مش بتزود ولا انت بزود يبقى هيسمع انت لو بتزود على يعني لو X هنا بت زائد واحد هتفضل تزود تمام ماشي يا شباب طيب طب انا بقى يا شباب حضرتك لو جبت الدفولت هنا فوق يديك error على حاجة لا ما يدي نش error بس لو انا خليت دي ب6 فكده تفتكر هو هيتبع اي يا شباب هيتبع لو رائد هيتبع واحد اللي هيتبع الفولت بس لا هيتبع الدفولت مش هيلاقي بريك هيتبع خمسة مش هيلاقي بريك هيتبع واحد هيتبع يا شباب لغاية ما يلاقي بريك تمام وصلت يعني يعني فكرة انه حال كيس عشان تشيك عليها اول ما يخش بس يعني برقاتي يعني أنا فاهم اللي هو حسب لو مفيش بريك هيبدأ يخش على اللي بعدها اللي بعدها لو بعدها بس الفكرة يعني أنا احط كيس لي مش هو بيتشيك على كومت الاكس اصلا اصلا اك 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 ماشا مفروض تعمل حاجة شبه لل بس هو بيعرف ينط عليها بالظبط من غير ما يعمل اصلا يعني هو مش بيقعد مثلا يسأل هو انت بتقيق الستة لا هو عارف من الاول هو هيروح في ايه يعني عارف ستة دي هتروح على الدفلت من غير ما تعدى على خمسة ولا واحد ولا على اثنين يعني عحوات دي اثنين هو عارف انه الاكس هتروح هنا من غير ما تعدى على الدفلت وخمسة واحد تمام اسأل الفكرة بقى ان انت لو رحت في حتة بتاعتك بس ما لقيتش بريك فهتروح غزبا عنك على تاحتك انا عندي سؤال هو ليه لما انا حطيت الدفولت الاول هو عمل الدفولت مش هو كده كده الدفولت بتحصل لو الاكس دخلة مفيش يعني الواليو مش بتماتش الاكس الاكس بستة ولا بيتماتش خمسة ولا بيتماتش واحد ولا بيتماتش التين طيب بس عشان ما فيش بريك بعد الدفولت لكن لو كانت كيس بتو مثلا فهيخش على كيس يعني يا شباب لو هو كيس هيروح لكيس وهيلاقي بريك ويخرج وصلت تمام طيب اول بقي ما اوزك هنا انا لو خليت دي الكيس دي بواحد اللي يحسن كنبيل الرائد والشباب الرقم بتاع الكيس يا شباب لازم يكون يونيك طيب لو عملت هنا يا شباب انت كونستنت وي ما دي والخمسة وهي كونستنت شباب وخليت دي واي مبيل الرائد للشباب لشتا ما ينفعش يا شباب الفالي بتاعت الكيس تكون ولا رقم ولا مبيل كونستنت ما ينفعش تكون مبيل أصلا وما ينفعش تكون رقم يونيك اه سوري الرقم متكرر هارجلت ما ينفعش value case value case must be unique ونستنت value not variable مش كاي شباب هارجلت اه بش موسيقى تقري فصني في ال switch دلوقتي فكرة ان انا ما قبلتش break وفكرة ان انا لو ما قبلتش لو انا عملت تكروع ده لمؤسس ده ما قبلاب Yeb هارجلت بخرب الهي speakers كن GU مست بي يونيك بعدين لك هندسة هو ممكن الكيس تاخد حرف بين دابل كوت ينفع تاخد هنا بس خلي بالك انه ما ينفعش تشتغل على وي اه لسه فكرتيني بحاجة برضك ما ينفعش يجي هنا يا شباب وخلي ال اكس دي فلوت يبقى ال اكس دي يا شباب هي بتنفع حاجتين فقط في السي في السي بتنفع حاجتين فقط في الجافا ينفع عادي هنالك شعب الجافا هلو كده اهي ال اكس مست بي انت او اتشو سويتش انت يوز فلوت انت سترينك وز سويتش انسي يا شباب صح كده يا شباب فقامنا جميل يبقى عشان نلخص اللي احنا قلناه في السويتش السويتش يا شباب لازم الفيرابل ده يكون اما انتجر اما تشار ما ينفعش يكون في لوتا وسترينك اللازم الكيس يكون يا شباب رقم وما ينفعش يكون وما ينفعش يكون الرقم ده مقرر ولو انا ما قابلتش يا شباب دفولت لو انا ما قابلتش بريك هعمل اي أي شباب هطبع لغاية ملاقي بريك ينفع 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 تلوكي يا شباب. بعد كده اتكلمنا عن اللوبينج يا شباب. وانا اللوبينج فيها فور. والويل. والدو ويل. وقلنا ان احنا بنستخدم الفور شباب لما نكون عارفين عدد اللفات. بنستخدم الويل لما نكون مش عارفين احنا هنلف لغاية امتى. وبنستخدم. الدي ويل لما يكون عايزة عمل حاجة. اعملها مرة على الاقل قبل ما اعمل اللفة. تلمنا جميل لغاية هنا يا شباب. بعد تكلمنا عن الري. وقلنا. ان الانت يقال يا شباب. لو انا عملت كده يا شباب. كده هيعمل. لقى? لعشرة المنت كلهم بصفار. صح كده يا شباب? عشرة ايتمز. هاي يا شباب. طيب. عايزين بقى يا شباب. لو انا عايز يا شباب اعمل كده. اعمل كده يا شباب. اعمل كده يا شباب. اعمل كده يا شباب. عملت print f representage s للar يا شباب إيه اللي هيحصل كده إيه الbehavior اللي هيحصل سهلا لا unexpected behavior ليه علشان هنا مفيش terminator يا شباب علشان هنا مفيش terminator صح unexpected behavior علشان ده يعتبر الريف وشار وزود terminator فهيفضل يلف يا شباب أو يعني هيفضل ماشي لغاية ما يلاقي terminator حظك لقاها حظك ما لاقهاش صح كده يا شباب تمام حتى الريف بيقاليهم terminator الريف الريف احنا بنعرفها من السايز مش من الترميناتر ممكن انت يكريت لها الترميناتر اللي انت عايزاه وصلت انما كده كده ما عرفش هلوب على الريف انتجر غير لما يكون على في السايز متاح فبالتالي لو احنا هنفتكر يا شباب احنا كنا بنبعث السايز بتاع الريف انتجر في الفونكشن عشان ما ينفعش أخذها في الفونكشن ولوب عليها من غير ما يبقى معايا السايز بتاح انما ببعث من غير السايز علشان انا عارف انا هلوب ازاي هلوب لغاية ما يلاقي الترمينيتور صح ولا يا شباب لو انا مش مديله الترمينيتور هيكمل بقى السايز بايه بقى في هيفضل ماشي في الممري بقى هيفضل ماشي في الممري لغاية ما يلاقي الترمينيتور او لو ملقاش هيروح يا اكسس حاجات هو لي اكسس ولا لأ لو راح اكسس حاجات ليه حق ويأكسس هيتبح لك لو ملقاش حاجات ليه حق انه اكسس هيدرب لك ويكراش ايروح فان مش هعرفين هو ممكن يعمل ايه مصر ايه ممكن في الانتقرز بيكملها بصفور هنا مش هيكملها بحاجة لا اه انت اصدق يعني بقيت الكلام هنا بقيت العشرة اه بقيت العشرة بقيت العشرة بقيت وخلي بالك او يعني ممكن ما تبقاش بقيت يعني لو هي بقيت بقيت يبقى ده كده حاجة كويسة انما لو بقيت بقيت يبقى انت كده كل سنة وانت طيب انا انا اصد انه دي ما تبقاش عسر ممكن تبقى كده خمسة فمصدي او 4 يعني انا بس اوصد كده الى هيحصل في behavior ده فمصدي ده هي واربعة تساهمني واربعة كده هو كده 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 يشتر تمام طيب عايزين بقيت نسى عندي سؤال هنا بشمان بس في الري اللي هي الانتجر اللي بعشرة احنا اضفنا element 1 بزيرو لو احنا اضفنا رقم مثلا خمسة يبقى المفروض اول element عندي بخمسة والباية بصفار لو انا قلت الري of zero اللي هي بخمسة زائد مثلا الري of one اللي هي المفروض بصفر لو انا حبيت اعمل لهم print بعدين هينفع print حاجة انا مش كاتبها على اعتبار ان هي اصلا بزيرو ولا هيديني ارد باعليش قلتها كده معنش اشنا ما فهمتش لا يعني باية element بزيرو ماشي حالو باية element بزيرو فان the are of zero هي بخمسة مثلا احنا ادناها قيمة طب the are of one احنا ما ادناها قيمة فالمفروض هي بزيرو عمل لها initialize بزيرو بس عمل لها initialize لو انا اجيت بقى قلت the ray of zero زائد ray of one هينفع بقى وديها لأي value هينفع اعمل حاجة زي كده ولا بس برضه كارجع اقول لك هل البيهيبيار ده ثابت لكل الكمبيلر ولا لا هل لو انت عملت الانشياليز لأول واحد بس هيخلي باية كله بس فارك هل هل حاجة زي كده ثابت لكل الكمبيلر اعتقد اه امتى يبقى هي بقى ربش بالي لو احنا عملنا كده بس ارجع بقول لك برضك لو البيهيبيار لكل الكمبيلر يبقى تمام يبقى انت اللي انت عملته صح تمام ممكن تزبط ممكن لا حسب الكمبيلر بتاع اه بس انا اعتقد ان كل الكمبيلر بتعمل كده يعني كل الكمبيلر لو انت اديت هبقى هاتهي تكمل لك الباب صفار ده اللي انا عرف اه تمام بش طيب انا ممكن يا شباب يكتب كده اقول انا مش بقى بقى ري مش بقى 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 دايما يعني لو بقى بقى لو لا في كلمة سحرية ان احنا هينفع انها يستخدم ونكتب اسم الري بس الشرط يبقى فيه بالزبط لازم الشرط يكون في غير كده لو ممكن الوب عليه بالفور بقى طب اما هاتلوب عليه بالفور ازاي برضك من غير الترمينيتور يبقى لازم تبع عرف يبقى انت كده بتقول معلومة يصرور مهمة انه في فرق بين العادية الري وزاوية ايه ترمينيتور ترمينيتور ودي لازم هلوب عليها بالصيد صح تمام وفيه بقى هاتلوب اللي هي تبقى بسترينج يا شباب ودي لازم تكون بالترمينيتور ودي هلوب عليها لغاية ان هو ما شافش الترمينيتور الانبوت في اي ما بيسلوش ترمين حلوك يا شباب بس بس وقش احنا قلنا اسم القرية شباب هو ايه وينتور على اول اول location في وينتور اوف فارست المنت وينتور تو يس شكرا في حد بيكلم شباب السماء وينتور تو فارست المنت مين مين بيكلم ايه ده في حد من القرية التانية يا شباب لينا لينا بس ما ننس لا ازاي ما نسمعش لينا يا جماعة لازم نسمع لينا طب قولي يا لينا انت بتقولي ايه طيب على الشات حتى او ممكن تعالي المايكروفون ممكن تفتحي كده من افتحي سيتنج يا لينا وعالي المايكروفون بقى واحنا نزللل على المايكروفون في التيمة دعين شعر وكده كان تمام انا ممكن يعني كلمي ونحول detect لا 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 مستمعينا لينا وانت ممكن تزعاي شوية في المايكروفون طيب او لأي حاجة بتقولي انا لو حطت number of characters add the size بتاع القرية بالزبط لو ايه لو حطت number of characters add the size بتاع القرية بالزبط ومن غير الترمينيتور يعني من غير ما تعمل حسابها بالترمينيتور او او من غير لا طبعا دي مشكلة يبقى ده كده array of character عادي من غير ما يكون string يبقى انت كده لازم تلوي بالsize ما تلويش بالترمينيتور انت كده كده الترمينيتور محسوب معاك من size بتاع القرية لو ابنا على سؤالها ترانسلسل رد علينا تمام احنا عندي سؤال لو انا كتبت char array of six وانا ادتلو اكتر من 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 size اللي ما حدتها هيدرب compiler error ولا هعمل truncate وليس تاني معلش array of six ما يشي whatever type بتاعه ايه ادتلو seven elements ما يشي اذا انت عايز تقول اذا انا عايز اعمل كده انت مثلا اربعة مثلا ايه اكوال واحد اتنين تلاتة اربعة هنا خمس كده صح هو لسه بيكتب في لاج يعني لو حرك هتكتب لغاية compiler مش هيعرف تمعاني رون هيروح يكتب رقم خمسة في المكان اللي بعد الري فهماني اه يعني هي مش هتبقى من ضمن الري بس هتبقى بس هتبقى stored في المام ما هنت بنصيبك بقى المكان الخامس ده لو هو من حق اكسسي هيحط فيه خمسة لو مش من حق هي اضراف وشك انا اكسبكتد بير بردك اوكي مش شكرا صح صح طيب انا بايخصيني في الكلام ده يا شباب يخصيني كالتالي احنا قلنا ان الري يا شباب هي ار احنا قلنا عشرة هي عم هنا بتاكل مين احنا شور كده ينفع بقى ايج اقول ان اريه في اتنين شباب بتاكل ايه ار هاي رجال لأ لأ لأننا كده باقي ايكوال ادرس بادرس حال طيب فعلا انت كده بتاكل ادرس بادرس فنسأل بس وقال هو الري ده هو عادي ولا الري الري الاسم الري الري ولي الانوان الانوان فما انفعش ان نغير عنوان وصح فلا لو رانك لحضرتك هيقول لك اتنين لان ما انفعش اطبق على اسم الري اصيمن اوبريتور زي ما ما انفعش اطبق عليه ارسيماتيك اوبوريشن زي كده اللي هي بلاس بلاس لان دي معناها دي بس ينفع أطبق حاجة زي كده يا شباب مش ما تطلق بطوش ليه لقيتنا هنا انت شفت هنا عشان كده غيرنا أصلا كمية الأر هارب رجالتنا دي فالد صح لان ما فيش اي اسمين توبريتور صح ولا انما دي انفالد صح الشباب لان دي هتتحول لأسامين توبريتور مين معاي تمام طب ما هو كده هيبقى كونستانت برضه هو كله في كل الأحوال هو كونستانت مش كونستانت هايشاور على مكان واحد مش هايشاور على غيره طب لما انا زي بتطلوا الاي كده هينقطع مكان اللي بقى دي ايوة بس الار بقى بعد ما نط بعد ما نط الار يتغير ولا دي تغيير لحظي لا لو اهلم الزمن زي مهربوا تقول اه بالظلط الار ما تغيرش ما فيه؟ انا استخدمت الاي اار انه نط بحاجة اعني ان الايوة بي ان انا استخدمه انه هو انت ان انا تغيرش تغيري تغيري طيب ذives ايه الور طبعا الشباب ببص الحتة دي لو عملت AR هنا مينة برضك ينفع يا شباب اجي اعمل F condition كده للAR equal equal AR 2 ده compiler error ولا لا اه ده compiler error لا لي يا شباب لان انا هنا بcompare address بaddress بcompare فعادي بس عمره ما هيكون بترو لان كده كده ما كانت AR غير ما كانت AR 2 صح هيا رجلت عمره ما هيطبع حلوق اصلا هيتربع فاضي وصلت امت يا شباب انه الاثنين equal ده رحق او بعض لو انا قلت هنا arrow او سوري اسلك يبقى انت كده كأنك بتقول له الAR of zero كأنك يعني قلت له الAR of zero هنا B equal AR of zero هنا فعلا الAR of zero هنا اللي هو حرف المينة زي B equal حرف الام صحوة لا هيا رجلت انما كده اه مش هيدي compiler error بس عمره ما ده الكونديشن ده هيكون بترو الكونديشن ده على طول بفورس صحوة لا يا شباب ده انا مش ماندر طيب بس حضرتك كده لو عملنا كده وعملنا هنا pointer PTR equal مينة برضك ايه الفرق المبين ان نعمل string بالاري وبين ان نعمل string بالpointer اريدك حضرتك لو انت جيت عملت R of zero كده بت equal هنا مثلا T صح وجيت عملت هنا print F للAR وهنا presentage S وهنا print للBTR اهل سؤال شباب هو دابل كوتيش عنده بتحط ترمينتر لوحدها لا لا اه بتحط ترمينتر فقدر ارانت كده خلينا بس ننزل هنا سطر وننزل هنا سطر بس كده يا شباب هنلاقي حرف الام يتغير لحرف التي علشان انا في القرية يا شباب عرفت اكسس الامنت الاولاني صح طيب لو انا جيت عملت نفس الكلام في البيتيور يا شباب زيرو بت ايكول التي للأسف هيديك كومبيلر ايه لما رن هو مداش قصة بكومبيلر ايه هو ادى غروغريفي كده داك ران تايم ارور يا شباب صح ليه يا شباب لانه ما ينفعش انا مش عايزك تطلق بط بس اللي انا بتكلم في ده only في البيتيور استريك بيتيور بت ايكول استرينج دا في الكلام ده بس يا شباب في الكلام ده بس لما تلاقي بيتيور بي ايكول استرينج ماشي يا شباب في الحلقة دي بس في فرق ماشي يا شباب ها حتى وخليتك انت تسأله اسئلة هو ما عارشي جابه عليك بالله عليك بالله عليك بتهردناش من الحتة دي بالله عليك ايش بوينتر تو اا بوينتر تو تشار يا شباب وارري وفتشار ماشي خلينا نفتحت وخلينا نتكلم عن بسرعة كده يا شباب عبيب قلبنا طيب نجي الراجل الجيم جي هنا مفروض كان مدخصها في صورة بتاقي يس اهي قالك بسا معلم اللي تشار اس اوف سترينج والتشار استرينج هم الاتنين مش زي بعض قالك خلي بالك انه اللي تشار اا يعني يعني وكبوينتر انت لو عملت اول حاجة هتلاقي ان دي عشرة وكراكتر السايز اوف دي اربع بايت لانه ده بوينتر صح ولا لا دي ارري وده بوينتر قالك هنا انه انه هو مفروض سين انما الوينتر ده عنوانه مش هو هو العنوان اللي بيشاور عليه طيب قالك انه ده بيتخزن في الستاك قالك انه البي بيتخزن في الستاك بس الجي بيتخزن في حتة اسمها code section of memory طيب يعني كلمة جي دي يا شباب مش هتتخزن في الستاك هتتخزن في حتة اسمها code section memory طيب قالك لو انت عملت char array of gx دي وعملت a بت equal هل مش هيرضى بس انت هنا عملت ان b equal india هيرضى لو عملت هنا a plus invalid هنا valid لو جيت access ال index هنا valid هنا invalid علمنا جميل يا شباب مش مهمل حتة بتاعت ان a and end of a are the same and p p are the same اللي هي تلات نوع احنا قلنا كده كده احنا قلنا كده كده يا شباب ان يعني لو جيت عملت كده انا لما باجي يا شباب اعرف r لما باجي عرف r يا شباب يعني لو جيت هنا خلينا بس نعمل كم منت كده لما انا بعرف r كده يا شباب باج اعمل print if انا مثلا percentage x وهنا percentage x وجيت قلت هنا ar وقلت هنا address ar قلنا المفروض دولا بيتباعه الاثنين بالي واحدة صح ولا لا بس ما عندز دقيقة بس ان في لج هو pd a ولا عندي بس او لأ او يعني حضرتك بتكتب وهو لسه وليسه دلوقت ظهير لنا x دي هاي انا عملت presentation x presentation x ar عند ar هو لسه اللاج موجود يعني هو لسه مبين الحرك بتوقف الشير وبتتح الشير ثاني طيب ماشي طيب سانية معلش الشاباب او اكون معايق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني بس ممكن تدايق بايت النسل المحرك في البيبو او انت او فيه امكان انت تدايق في الواي فاي انت تلاقي الدنيا الحسنة يا باش ماشي طبعا نيف للواي فاي المشكلة انا رح تقدرتوه باصلك رح تقهربتوه باصلك رح تقهربتوه باصلما وحشي وحشي وانت تقهربتوه باش مهندس طيب حراية بايت 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 يا معامل الله او الواي فاي بشادت ايه في الهندسة طيب حدا انت تفعل طيب الشباب كده احنا عملنا رنة يا شباب انا هيحصل مفروض انتباعلي هم الاثنين نفس المكان طبعا بس احنا عقولنا يا شباب انه هم هم نفس بس مش نفس لو تفتكروا يعني يعني بس كي يا شباب بالمرة ايه لا لا طفل الامتحاد طبعا بقى ايه طبعا بقى ايه طبعا بقى ايه ايه ممكننا من لاف كيبين وموضوع مش تستاهل طبعا بقول طيب ها شايفين طيب السطرين دولا يا شباب حداشر واثنشر ايه اوه كده ظهر اوه كده تمام اوه اوه تمام اوكي اوه كده ظهر حداشر واثنشر اوه ماشي طيب اهو الدينية سريعة هي صح ماشي مش سريعة اوه بس ماشي طيب قلنا يا شباب ان الار والادرس الار كفاليو الاثنين واحد اسم الاري وعنوان اسم الاري كفاليو الاثنين واحد انما لما باجي اعمل عليه هجومب يعني بخليها تنط برقم واحد ده هينط بالمنت انما ده هينط بعنصر الاري كله صح او لا يعني بصوا كده يا شباب اوه اوه سريع انا اسف الشباب حد يقولي انه مفاق انه انت عامل ليه بلاس بلاس اي ده ان حد يقولي اي ده انه كنت لسه اقول having an app شكرا يا سرور شكرا يا سرور هنا يا شباب كنت لسه وبوص كده مش حالو قوتي لي هنا يا شباب الار هنا ادرس الار هنا الار بلاس وان فانط بيله منت واحد ده لما انطب بالادرس الار بلاس وان انطب بالعشرة المنت كلهم يا شباب وصلت هاي رجالتنا ها يعني ردوا عليها لا بقى احنا ممكن نشيل الـ X دي ونكتبه بحيث انها تظهريني ارقام ماشي حاضر انا انا تحت امرك هندس انا بندلع الزبون نعم انا ده نطب 10 ايه لي من انت شباب اللي هم 40 وده نطب 1 عشان هما وانت شار صحك يا ولا لا هاي رجالتنا بحيث ترد حلاش انا عارفش ايه الوصل ولا لا اه لسه وصلت اه لسه وصلت ايه انا في اول واحدة هينط بتاع الاليمنت وتاني واحدة هينط بالسايز بتاع الاري ياس وصلت طب كده باش معندي بعملو بلاس بلاس ده كده هينط ايه وانت شار اه ماشي لو انا جيت هين عملت بيتي ار عليه ياس هينط وانت شار ماشي ماشي مش مهندش ماشي كده ممكن اعرف اجيب بالسايز اف الاريبي للطريقة دي ليه بقى مكتور النطة اه اه احنا ممكن فعلا نجيبها بس لو احنا ان احنا نتروح من ده لن ده وبكده نعرف نجيبه ان اللينس بتاعها المفروض لو مثلا انت شار هيبقى فيه واحدة بس بتتخزن فحنا كده نجيبه اللينس بتاع الاري معاك ان انت لو انت في نفس لو انت في نفس المكان لو انت في نفس المكان اللي اتعرف فيه الاري ينفع تعمل كده لانما انت لو بعت الاري ده لفونكشون علميا لان ما عنديش حاجة يا شباب في الارجومنت بتاع الفونكشن اسمها الري انا ببصر الاري باي ريفرونس او باي ادرس لازم ببصرها في بوينتر فانا ما بقاش عارف البيوتر ده هيوقف لغاية فين ما عنديش حاجة في الارجومنت بتاعة الفونكشن يا شباب ده تطيب اسمها الري اصلا وصلت طبعا لو انت في نفس المكان ممكن يعني انت لو في نفس المكان اللي اتعرف فيه الاري اه ممكن تعمل حاجة زي كده لكن لو انت ما عرفتش لو انت في مكان تاني بتبصيها باي باي فالي او بتبصيها الفونكشن فانت ما نمكش طريقة انت بتبصيها البوينتر اشتغ تمام كلام جميل طبعا انت بقى ايه محتاج تراجع وتعمل بيهم ايه محتاج تراجع ازاي تعمل تجيب محتاج تراجع ازاي محتاج تراجع ازاي تاخد قابل محتاج تراجع ازاي تعمل بس من غير استخدام الجهزة يا شباب باستخدام الفونكشن جهزة ومن غير استخدام الفونكشن جهزة هلوك يا رجالتنا لو انت هتقل الفونكشن دي انت اللي هتعملها بايدك قول اه سوري اه كان اصلا سؤال ان انا ليه لما بعمل البي تي ار مش الالي البي تي ار والادرس في البي تي ار مزاي بعض ماشي حاضر نكمل طب الحتة دي يا شباب طيب خلاص فانحنا كده اتفقنا انه انه الادرسين دولة نفس اذا سيم سيم الفاليو انما البي هيفيور بتاعهم مختلف انما كده كده اه لما بعمل بي تي ار لما باجي بعمل بي تي ار يا شباب انا كده فاتح وايد بورد شايفينها انا كده انا كده ممكن انت بتخلع على كروم ايه ايه لو كده ممكن نغير اصلا بانشغل زوم على حاجة اوكي انا كده هجيبنا شغل النصف يعني بصورة انا كده انا كده فتح والت بورد لس انا شايفين انت بتعمل لس عندنا بقى حاجة بتعمل لوجين صرنا نوصل بعد كده هتختار ميو وايد بورد ولا اه اه ترور بيسدي نفس تمام بي تي ار بي بوينت كده بي بوينت على على ال اكس صح فكده البي تي ار يا شباب تكافئ الادرس اكس صح كده طيب طيب انما الادرس البي تي ار او 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 ا وصلت الشباب. اشتر. تمام اشتر. طيب. لو احنا جينا دلوقتي بقى استخدمنا البوينتر بتارية عادية يا شباب عادي. وجينا هنا بقى عملنا هنا. كده خلينا البوينتر يا شباب يشابر على الري عادي. صح في ده? ده الطبيعي بتاع البوينتر اصلا. حل? نسأل بس هو هل لو عملت كده? عادي ولا لا? قال لك اه عادي. هو كده البيتي ار هينط نطب كام? تسأل. نوع ايه? نوع شار. يبقى هينط نطب واحد. لو انت جيت عملت كده يا معلم. برينت اف. زينتش اس. البيتي ار. راح جاب لك ايه? اي ان ايه? لان هو كان الاول بيشابر على مينة. بعد كده لما نط نط بقى يشابر على هنا. فلما قلت له اطبع لك كمية البيتي ار برسنتش اس. هيفضل يطبع يطبع لغاية ما يلاقي انه الترميناتر. الكلام علي يا رجالاتنا. انتم لاى اقترح لك كمية البيتي ار. تم راهية ما يناقي. ليه؟ راهية ما يضعين كاد وام شابت. تأخبüب. طب باشماندوس انا عندي سؤال احنا قلنا قلنا من حبة كده ان البوينتر ماينفعش اقول بلس بلس تعريبا عشان ما اغيرش حاجة لا قلنا الار ماينفعش اه تمام الار بلس بلس الار اه الار حلو انا قلت بقى سأل سؤال وانا ينفع عامل كده بقى يا شباب استرق بيتي ار بلس بلس استخليها بقى عشان تبقى منطقية خليها بقى ايه تبقى ارقام بقى التجر زير واحد مسلا اثنين تلاتة اربعة لا عشان انا هو هيشغل يعني هيدي اعتقد تشتغل عادي يعني بس كده اشتغل عادي اشتغل عادي اه اه كده كده هيعمل يا شباب تفتكروا هو يعني هو دولتي كده احنا عملنا راندو صوري انه اعمل بس سيف طبع واحد تفتكروا هو ايه اللي حصل زير وخليها واحد انا عشتشيره بعد كده زود عليها واحد عشان تفهموا اصدقى ادمع اعمل هنا بيتي ار حال؟ هنا بيتي ار بفور وهنا بيتي ار افتر افتر الانكريمينت وبعد الانكريمينت هنا بفور قررتك هو بلاس بلاس ليه بريوريتي على الاستر صح اه لا هما الاثنين واحد فهيمشي من اليمين للشمال من اليمين للشمال اه اقول لك دلوقتي حياتنا ثانية واحدة قسا خلي بالك دي مش ضربها تمام انا عايز اعرف هو بيزود الادرس الاول بعد كده يجيب الفاليو ولا العكس يس انت لو عملتك كده يعني كده السؤال هنا احنا عملنا كده فهو كده مشي من الشمال اليمين سوري يا شباب من الشمال اليمين هي دي مش ضرب يا شباب دي مش عملية ضرب دي عملية فهو هيمشي كده يا شباب وهيروح يماشي هيلاقي انه البيتي ار الاول هيحصل له سوري هيا اكسس سوري من الشمال لو احنا كده يا شباب لو انا ماشي كده من اليمين للشمال صح لا سوري بالışمال اليمين لو انا ماشي كده يا شباب 直接 بالاتجاهد هو كده من الشمال اليمين طب لو من Apart Plus Plus من الشمال اليمين اه اه هو هينقذ ال priority الاول Complex and Plus Plus لا لا الاثنين واحد يا جماعة الاكسز هي هي بريوريتي البلاس البلاس بلاس حل? عشان دي مش ضربه جامعة ده حاجة حاجة تانية فأول هي اكسز الفاليو يا شباب حل? بعد كده هيخلي البوينتر يعمل بلاس بلاس إنما لو أنا عملت كده يا شباب بصوا كده أنا هاكسز الفاليو هاكسز الفاليو وهاعمل بلاس بلاس للفاليو فاهمني? فأنا عنواني ما تغيرش فالزيرو دي يعني عشان ما نلغبطش نفسينا عشان عشان ما نلغبطش نفسينا كده يا شباب كده هطبع كام? واحد لأن همسك الزيرو واعمل واحد لأنا قلت له هطل الفاليو وبعد كده نطل حل? لو شلت بقى البتاع لو شلتها كده كده بقوله هطل الفاليو وبعد كده خلي يعني نطل البوينتر فإيه لا هيحصل كده يا شباب هيجيب لي عشرية يعني كده البوينتر هينوت يا شباب وبعد كده يجيب الفاليو بتاعت البوينتر اللي نطل هو مش كده حضرتك هو الأول جاب أدرس عمل أكسس للزيرو وبعد كده نط هو بعد كده عمل بلاس بلاس مش كالوجي كده ببطول هيجمع على زيرو واحد لا يعني انت شوف أنهي اللي هيتنفذ الأول لو احنا ماشيين كده يا شباب يعني كده اللي هيتنفذ الأول البتاور بلاس بلاس بعد كده الأستريك يعني عشان هريحك دي كده يا معلق هو كده ماشي من يمين الشمال أنا مش مال يمين أنا مش فاهم جاب كده كده ماشي من يمين للشمال بص أنا هريحك فقط من يمين للشمال كده عمل بتي ار بلاس بلاس بعد كده عمل أستريك بي تي ار سهلة كده يعني الـ يس كده عمل لو احنا عملنا كده يا شباب كده عمل أستريك بيتي أور أستريك بيتي أور زايد واحد وصلت يعني في الأولى الـ اللي هي هي عن الأستريك الأول يس لو انا كده بعملت أستريك بيتي أور بلاس بلاس أستريك بيتي أور اللي يحصل هل أعمل كده وأعمل كده جاب لي عشرين وجاب لي واحد وثلاثين فدي زي دي بالزبط يعني اللي زي يعني عشان كله يجمع أهي هكتبلكوا كده كده في النوت طب لو احنا بعملنا كده بلاس بلاس أستريك بيتي أور كده جاب لي واحد وراح عمل لي دي فدي زي دي بالزبط يعني هو أول حاجة خالص أستريك بيتي أور بلاس 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 بيخش يعني يلاقي الأستريك الأستريك هيخش على البيتي أور هيلسه هيلاقي عليها بلاس بلاس هيحقق البلاس بلاس الأول بعد كده يعمل أستريك يس طيب لو احنا بعملنا كده بيتي أور بلاس بلاس وفتحنا كوسين بعد كده هنا عملنا أستريك لأنها هي برضك هي هي اللي فوق كده احنا بنقول له روح نفس للأول الانكريمنت يا هندسة وبعد كده يعمل الأكسس اشتر احطها لكو في النوتس لو انتوا من قدرين أو من الدلي ممكن نجرب زوم يا شباب ايه رأيكم بقيت يا هندسة يعني البلايه كبير أول طيب قص نفتح لانكي زوم بسرعة بقيت يا هندسة بقيت لكو لانكي زوم على الواتس يا بشوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة